موسيقى 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 في هذه الحلقة سنرى كيف نقوم بمساعدة بطريقة صحيحة ونحصل على العالم الجيدة كما تعرفون بمساعدة هي طريقة التي نقشها وأناليزها لفنومين أو المواد ذات طابع اجتماعي اقتصادي أو سياسي مثلا الشماج أو حالة التعليم في المغرب إلى غير ذلك وكما لا يخفى عليكم نحن نكون مطالبين بكتابة في بعض الأحيان مثلا كما نريد مباراة توظيف أو كونكور داكسيو مستخوبيا أو كونكور داكسيو في بعض المدارس فهما أيضا يكونوا مطالبين بكتابة الموضوع أو أطرحين صح التعبير هناك بعض الأشخاص الذين يجبونوا كونكور أو كونكور لا تتوفقوا أنهم يحصلوا على العالم ممتازة برغم من أنهم وجدوا وقرأهم جميع الموضوع فهم بطبيعة الحال غيبوا الدور الميطودولوجي أي منهجية الإجابة على الميطودولوجي والتي مهمة كثيرا لأنها الـ 28 من العالم الكامل إذن ما هي هذه الميطودولوجي؟ وكيف نكتبها بطريقة صحيحة ونحصل على العالم ممتازة؟ وما يكون في علمكم؟ طريقة التي سأشرح لكم فهي بناء على تصريحات أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتاع الامتحانات المخصصة لمباريات التوظيف الخاصة بوزارة الاقتصاد والمالية كما تعرفون هذه الـ 3 أجزاء الرئيسية وهي الـ و لكن ما لا نعرفه هو أن هذه الأجزاء بدورهم يتقسم الأجزاء أخرى والخصوم يستجبون الأجزاء والذي هم الأجزاء الرئيسية والأجزاء الرئيسية والأجزاء الرئيسية وهذه الأجزاء الرئيسية سأشرح لكم في الأخير من الفيديو وكيف يسهل لنا الفهم سنأخذ مثلا نطبق عليه هذه الميطودولوجيا الـ بمعنى بمعنى تكلفة التشغيل كما تكون في معدل البطالة تعتبر الـ من أهم العناصر المكونة لـ من خلالها نأخذ فكرة عامة حول الموضوع ونعرفهم جيدا وكما قلت من قبل فالنتردكسيون تقسم بدورها لثلاثة الأجزاء والذي هم الـ 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 نبدأ بالـ الـ 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 ونأخذ مثال على الموضوع الذي قمت له من قبل فمثلا فشكندر على البسطة الموضوع الموضوع فلنترد هنا يقول مثلا في الـ 100 درنيا التعليقات لـ الموضوع 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 في الموضوع في الموضوع الـ الـ إجتماعي والـ ويبدأ التعليقات الموضوع الموضوع عن طريق الموضوع ومع الموضوع شمال ومع التعليقات حول الموضوع من 20 عام حول التعليقات ونستخدم صالح برطاً ونستخدم الصالح لذلك أحاولت أن نبرز العلاقة بالموكلة وقلت بأن السلطة العامة كانت تكافح مشكلة بطالة من خلال اتخاذ التدابير تخفيد تكلفة تشغيل التي تكون من الأجور والمساهمات الاجتماعية وكي لا ننسى في التفينيسيون الموكلة يدعون غير ما قالوا هذا وهذا يبدو الأهم مرحلة في التدكسون وهي البروبليماتيك وهي التساؤل الذي نحاول أن نجاوب عليه في الموضوع أي صياغة الإشكالية وهذه صياغة الإشكالية تكون بأداء الطرق منها صياغة فقرع إشكالية أو وضع سؤال لكن الشائع عندنا والتي يكون وضع الأنسب وهو وضع سؤال حيث يكون عندنا الوقت ضيق في الامتحان لذلك يكون وضع الأنسب صياغة الإشكالية عن طريق السؤال يجب أن تكون بشكل مفتوح أي يجب السؤال يكون شامل والنرد مثال في كال مزور تقوى التفايل تستخدم تغير الموضوع؟ أو بيان كيف يمكن أن تكون بشكل مفتوح على الشمال؟ تساؤل الأول بمعنى إلى أي مدى يقلل نخيفات تكلفة تشغيل من البطالة بينما السؤال الثاني ما هو تأثير نخيفات تكلفة تشغيل على البطالة؟ من خلال هذه الإشكالية نلاحظ بأن الموضوع يترى حايدة تساؤلات والذين سوف نجاوب عليهم في التفايل يعني مثلا كيف يتبادر للدهن ما هي تكلفة تشغيل؟ ما هي البطالة؟ ما هي العلاقة لبنتهم؟ ما يمكن أن نعتبر خفض تكلفة تشغيل السلاح لتحارب البطالة؟ إلى غير ذلك؟ هذا يجب أن تكون الجزء الثاني من التفايل هذا الجزء يتقسم الجزء من الأجزاء الرئيسية الجزء الأول هو البلان بمعنى إعداد المحاول والجزء الثاني وهو الاناليز السيجي بمعنى تحليل والمناقشة بالنسبة للجزء الأول فهنا يتم وضع المحاول للموضوع التطرخ والإجابة عليها في تحليل والمناقشة ويتم وضع هذه المحاول سواء عن طريق صياغة فقرة أو عرائد لكن تبقى صياغة الفقرة أفضل البلان هو جزء مهم لذلك يجعل المصحح يعرفك على ما تهدر ويمشي معك في الموضوع وهو أحد الأشياء المهمة وهو أن بعض المصححين يكون لديهم الكثير من الأوراق التي يخصصها الصحة إذن يستطيع أن يقرأ كل شيء فالأمثال بالنسبة له وهو يقرأ غير المقدمة والمحاول ويقرأ ما هذا الممتحان ومحترم منهجية الإجابة أو لا إذن هذا هو المعيار على ما يضع لك النقطة ونأخذ مثال من الموضوع لصياغة المحاول سواء على شكل فقرة أو على شكل عرائد ونشرح في مجال أولاً كيف تهدر المحاول يمكن أن تصدر المحاول ثم في مجال أولاً كيف تهدر المحاول بمعنى في الجزء الأول سنرى كيف يجعل أن يكون المحاولات أو المحاولات ومعنى الجزء الثاني سنرى كيف هي الحدود لكن إذا نريد أن نكتب المحاولات فهو يبدو حرية الإختيار ونبدو الجزء الثاني من التفادي والذي هو الأناليز السيجي هذا الجزء يعتمد الكثير على الإعداد القبلي ومن خلاله تبين كيف نعرف على الموضوع الإجابة عليه تكون بشكل مباشر من خلال الإجابة على التساؤلات التي تضع في المحاول لكن يستحسن أن تبدأ بإحصائيات قبل أن تدخل الإجابة المباشرة لذلك تبين المصحح أنك ملم بالموضوع وعندك معلومات حديثة ومتبع القضايا العامة نأخذ مثال التوطي المزيد كانت تتضع عامة إلى 10.5% في الأمريكية في 2020 حيث على 9.1% المتابعة في الأمريكية ومعادي معدل المزيدين توفية 10.5% في الأمريكية في 2020 لكن في العام التي تحت كانت 9.1% وهذا كانت حالي ومن بعد أن تقوم بها تجاوبي على الموضوع بشكل مباشر والذي أريد أن نشره قبل أن نتلخيص الموضوع هو أن في آخر محور من التلخيص وكان أعطينا رأينا والتحليل الشخصي لا يوجد في الخاتمة وهذا يوجد في الجزء آخر من التلخيص وهي هي التلخيص الكثير من الناس يأخذون فكرة غالطة على يقولون أنه في الخاتمة نتلخيص الموضوع لكن كانت تبقى الخاتمة هي إجابة مباشرة للتساؤل التي ترحناها في المقدمة يومان بعد أن نطلعنا البعض وهو النتجة التي تم إخ prime مثل نسأل التدخيص المقدمة كيف يؤثر الوضع الموضوع على الموضوع يعني كيف هي المحتوى نفس الوحيدة في الخواهج في المعلمين سنجرح بشكل مباشر مثلا نقول أن نفس الوحيدة في الموضوع الوحيدة لا يمكنه أن تجلعها للشمج لكن لكن ما المشاكل أو الضوارع الاجتماعية التي يمكننا نحلها في موضوع واحد؟ بطبيعة الحالة لا تشعر في نهاية كل موضوع يجب أن نفتحه على موضوع جديد الذي يشمل هذه المعطيات التي نقشناه كامل ونأخذ مثال بطبيعة الحالة لنفهم كثيرا سيكون هناك فقط في بسطنة المشاكل لا يمكن أن يكون المساكلة بالنسبة للمشاكل يمكننا أن نتسأل ما هي المزارة التي يمكننا أن تكون لديها مما أنهم يقال في الموضوع السوال بمعنى أن عندما لم يكن نخفى تكلفة التشغيل والحل الوحيد للبطالة فماذا هو التدابير الأخرى التي يمكننا أن نأخذها؟ وحتى هنا نسألنا منهجية الإجابة على الدسيرتاسيون ولكن قبل أن ننسى قلت لكم سأشرح لكم واحد جديد الكنديسيون التي يجب أن نتزم بهم والتي هم الكنديسيون فرم أو الكنديسيون فرم بالنسبة الكنديسيون فرم يجب أن نجاوب على الموضوع في إطار حدوده ولا تفرعوا كثيرا لكي لا تصدقوا خارج الموضوع بالنسبة الكنديسيون فرم هو أن نجنب الأخطاء الإملائية وأن نحتار مع علامة الترقيم وأن نعرف أين نأخذ حرف كبير وإمثلة هذا شيء إضافة إلى احترام المنهجية بطبيعة الحال هذه الكنديسيون فرمهم مهمة كثيرا لأنهم كانوا المصححين الذين يركزون عليهم أكثر من الميتودولوجيا وحتى هناك كل فيديو سهلة و أتمنى أن تكونوا استفتهم جيدا أو لديهم تساؤل أو استفسار يخبروني في كومنتر ولا تنسوا اشتراك إذا أريد أن تزعمها